أريج لهون جولتنا الثقافية على أبرز الأخبار بتكون وصلت لنهايتها باقي فقراتنا رح نتابعها سواء لكن بعد الفاصل هنحكي اليوم عن اختراعات بمجال التجهيزات وآليات لإطفاء الحرائق عن بعد عبر آليات متطورة وأيضا لإنقاذ المحاصرين واختراعات متطورة أخرى أريج رح نحكي فيها عن الاختراع الممزوج ببصمة سورية هالبصمة واضحة مو بس بندرة هالاختراعات ولكن بمواضعة يلي بتحمل هدف إعادة الأعمار وبتسهل هالعملية من خلال عدة إنجازات لو طبقت هتوفر علينا جهد وقت ويمكن مال هنتعرف عليها أكتر مع ضيفنا المختر السيطري اللي حصل على ميدالية مؤخرا بمعرض إعادة الأعمار سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يعني بالبداية خلينا نتعرف أكتر عن الاختراعات اللي شاركت فيها بمعرض إعادة الأعمار وكان فيه إلاك جوائز عليها والله أنا شاركت بعدة اختراعات أهمها كان موضوع آلية إطفاء حريق وإنقاذ مثل ما أنا شايفين للمحاصرين طبعا بالإضافة لأنه إلها هي ميزات عديدة ست ميزات إلهي آلية إطفاء الحريق إنقاذ وأطفاء المحاصرين في الأبراج وناطحات السحاب هذا الأمر اللي هو كان مهم كتير وكان إلو لفتين واسعة بالنسبة للأخوة والشركات اللي هنا شاركوا معنا بالمعرض والسادة الوزارة معظمون هذا كأختراع الاختراع اللي إيجا بعده هو سيارة إطفاء حريق مزودة بسلتين سبق نحن نحن وحكينا فيها هي مزودة بسلتين بعمل مع بعض بحيث أنه ما يتعطى الزراعة السيارة من أنه ينزل لحتى ينقذ المحاصرين اللي يطلعون نحن بحاجة للوقت الحقيقة بالدقائق وبالسواني وحتى بعشر ثانية لأنقذ المحاصرين وطبعا نالت أعجاب الدكتور سيد الدكتور بوشتر الصبان ومحافظ مدينة دمشق والحالية إن شاء الله فيه دراسات عما نتابع عن إحنا مشان تطوير الآليات الموجودة عندنا بالبلد مشان تتزامن مع عملية الأبنية خلف الرازي إن شاء الله سمينة يعني تكون مؤدية وظائفها بالتمام إن شاء الله ما نحتاج أي اختراع من الخارج الإختراع الثالث هو آلية فرش وتطبيع خرسانة ملونة وهي الآلية إلى إنتاج كبير بصراحة للشوارع والأزقة الديقة وطبعا للأرسفة هذه الآلية تستعد نحن عند بلاطة الإنترلوك وبلاطة الأرسفة بحيث ممكن هي هذه الآلية تفرش وتطبيع خرسانة تعطينا الرسمة اللي بدي إياها أنا وبسرعة وبإنجاز كبير وإنتاجها فائقة الاختراع الرابع الحقيقة هو كان مثل ما بنشوف نحن قدامنا هي كانت الأصاصة أصاصة إسفلت حديثة متطورة تعمل عن طريق تحكم أيضا مزودة بديسكين لأن كل الآليات مزودة بدول العالم هي بديسك واحد محرق صغير وديسك صغير قطره 35 سنتي بينما أنا توصلت لمرحلة أنا صناعت لآلية ففيها دسكين دسك أول هو ملاسق للجانب ثابت وممكن نحن نفتح بالديسك الثاني مثل ما نشايفين نحن عفوا ممكن نشرحها نحن 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 الآليات كلها تموجودة متوفرة فيها دسك واحد ثابت مثل ما نملاحظين نحن تمام هذا بضلل ثابت على الجانب ولكن الأخوة المتعهدين والمهندسين ممكن يأخذوا خطوط تمديدات كوابل الكهرباء أو المياه الأكيد المختصين بهذا المجال رح يعني أكيد هلأ يكون عم يشاهدونه وبالسواع بالأمور إذا كانوا مقاولين أو كانوا مهندسين أو متعهدين عمين وهذا الديسك طبعا ممكن أنا أفتحه حسب المجال اللي هو أخذه بالمناقصة ممكن يكون عدو ثلاثين سنتي أربعين سنتي خمسين سنتي فهذا الديسك الآخر هو بيفتحه وبسكر بعدين في شغلة كتير ميزة حلوة في هذه الديسكين أنه ممكن المقاول أو المهندس صار عنده حساب كميات بدقة ما عد عنده يعني هدر وهذا الشيء بيعد عليه بالفائدة أول أمر بالفائدة من ناحية عملية إنجاز المشروع فبتكون كميات تماما اللي هي مطلوبة منه وحتى في حال موضوع الإسفلت ويعادة الإسفلت أيضا موضوع الإسفلت تكون كميات مدروسة معه بشكل تام هاي بأول مرحلة المرحلة الثانية تمتاز فيها الآلية بصراحة هي موضوع أشط الإسفلت طبعا أشط الإسفلت من الخلف نفس مبدأ سيارة الأطفاء عفوانا الأشاطة تبع المحافظة لتأشط الإسفلت نحنا بنشوفها عادة بالشوارع أنا عندي أنا هون إذا نلاحظ نحنا وتشوفوا معي كمان على الكاميرا أنه عندي أنا هون رول هذا الرول هو مزود بمسامير هذول المسامير اللي هو رؤوس ألماس تمام؟ هذول رؤوس الألماس نحنا بنحط الرول على عرض الأصل اللي نحنا حددناه هون فبهيك حالي هاي مميزة أنه المقاول أو المهندس أي إنسان بيأخذ مناقصة من الدولة رح يكون عنده عائد ربحي أربعين بالمية هذا إضافي لصالح يعني اختراع ممتازة يلي هلأ حكينا عنه خلينا كمان نتعرف عن هذا الاختراع والابتكار يلي يجب بحضرتك هون يعني إحنا طبعا آلية إطفاء حريب وإنقاذ الآلية هاي بتمتاز بلا يقل عن ست مزايا نعم تستخدم طبعا للأبراج اللي هي عالية يعني مثل عنا بالمزة بنايات الأربطة عاش ما في سيارة أطفاء ولا وسيلة كانت لأني أنا أوصل لأني أطفاء حريب العالي السيارة مكسيم مو عندما يعادل بين 30 إلى 40 متر الموجودين وهذا من الصعب طول نحن بناء ارتفاعه 50 متر أو 75 متر فلجأت أنا عفوا إلي اختراع هذه الآلية بحيث أنا توقف مجانا ورغم أنه يمكن سعره لا يقل عن 50 مليون ليرا سوري للبناء مثلا ببناء ما يوازي بناء الأربطة عاش عندنا أو بناء برج دمشق ولكن أنا من خلال الشيء اللي أنا بقدمه للإخوة المهندسين أو القائمين على هيك مشاريع اتأكدي رح يكون هي عندها آلية وتوقف عليه مجانا يعني كل مهما كانت أنا بقدمها مجانا رح تقليلي معقولة تقدم آليات لكل البلد مجانا طبعا في حال هو استخدم هيك آلية موجودة عنده في البناء عند الانتهاء من البناء على الهيكل رح يخدم هو المبنى بالكامل لما بيكون البناء على الهيكل فبده هو آلية لحتى يرافع يعني مشان يخدم البناء من تأمين البلوك الرمل الاسمنت لهذا البناء فأول مرحلة نحنا استفدنا منها كرافعة بس نستعيد نحنا بالسلة اللي موجودة عندي أنا هون هاي السلة اللي موجودة عندي أنا هون إذا ما لنا شايفين هاي السلة مستعيد عنها بسلة خاصة هي لرافعة مواد البناء هاي أول مرحلة فالمقاول أو الشركة خدمت البناء بالكامل وهاي كلفته ملايين فهي أول ميزة طبعا من كنت تحسبوها معنا نحنا مشان إيش من التوفيرات رح نعودها لها الأمر الثاني في موضوع عمليات الإكساء الإكساء بدي أمن أنا سراميك بدي أمن بلاط بدي أمن الرقام معروف المواد تبع الإكساء والأبواب والأخشاف فكمان نفس السلة هاي بتخدم لإكساء البناء بالكامل هلا الميزة الحلوة كمان في عوامل السلامة هي السلة ممكن نحنا نكسي الواجهات فخلال عملية إكساء الواجهات الخارجية هاي السلة كمان نفسها منحطها بما يتلاءم مع عمال الإكساء اللي هنو عمال البناء اللي بيشتغلوا بإكساء البناء والواجهات كليتها هذا الأمر الثاني الأمر الرابع تركيب واجهات السيكوريت اللي هي الزجاج من خلال كمان هرية الرافعة موجودة متل ما نلاحظين نحنا بتطلع وتنزل الأمر هذا اللي بيطلع عندي الآلية وبتنزل بهذا الشكل وأيضا في ميزة أن هذه الآلية متحركة تماما وبتدور على كامل البناء مو فقط هي سابت الآلية هاي أمر أهم أنا خلصت بناء وخلصت إكساء وخلصت من كل الأمور وأكسيت الواجهات أنا لتنظيف الزجاج هلا بلاحظ نحنا أنه البناء لما بينتهي بيجوحوا بيجيبوهن آلية خاصة فقط مشان موضوع تنظيف الزجاج الخارجي للواجهات بينما هي موجودة فهي أمر خامس هاي ميزات تعدية بتتعلق تمام تمام أيوة الأمر السادس هو إذا انتهى البناء بالكامل وخلصنا تنظيف الواجهات والبناء على الكامل هلا نحنا العادل أو الحاجة المألوفة عندنا نحنا نقل الأساس المنزلي إلى داخل الشؤة اللي هي داخل مباني كلهيتها عادة ما بلاحظ إلا صاحب الشؤة بيجيب هالعافش خزانة غراض برات بيحط بها المصعد تبعد بنا وبتلاقي عما يطلع وينزل هالمصعد لحتى يقدم تأمين الأساس كثيرا بالفعل يعني استاذ كثيرا بيتم المعاناة بهذا الموضوع خاصة يعني إذا قطعة كبيرة يمكن تتأخذ مفكفكة وبالداخل تتركها هذا كلام سليم معلي غبار فنحنا ممكن نخصص سلب لما يكون مهندس المعماري يعطين المسقط المتكرر بناء الهوية طبعا متكرر البلاطات كلها متكررة نفس النظام نفس السيست فممكن يكون تعاون ما بيني أنا كمصنع ومخترع وما بين المهندس اللي هو المعماري أو المدني ممكن إحنا ناخد المخطات ونشوف نحنا بتتعاون معه والتنسيق ممكن تخديم كل الشئ من تحت من أسفل البناء إلى الأعلى مهما كان ارتفاعه إن شاء الله 100 طابق 200 طابق 300 طابق أنا ما بيعنيني لأنه أنا صممت هذه التجهيزات للأبراج ونطيح هذا السحاب فمهما كان ارتفاع البناء أنا مستعدة أقدم له خدمات فنصمم نحنا سلة هي خاصة سبيشال من أجل الأساس المنزلي ما عطلنا المصاعد ما شغلناها وما عملنا أي هدر في الأمر الأهم نحنا عندنا هو مو موضوعنا لا هو الأساس ولا هو تخديم البناء ولا هي كرافعة أساس الاختراع والحمد لله أننا نحنا الميدالية في معرض الباسل وبكل فخر هي آلية إطفاء حريق الله يبارك فيكم شكراً لكم كثيراً فهي آلية لإطفاء الحريق وإنقاذ المحاصرين في هالمباني هاي الموجودة العالية واللي هي ما بتنطال ونحنا لاحظنا في فنادق في بريطانيا احترأت بكاملة وما في أي وسيلة يطفوها وهي دول عظم أوروبا ما هي بسيطة وحتى في الخليج وما شاء الله كمان ما قدروا يطفوا واحترأوا يعني القائمين في قلب البناء احترأوا معظمهم احترأوا ولا وصلوا لأي نتيجة لا بالخليج لا بأوروبا ولا حتى في أمريكا صارت كمان حريق للفنادق وشفته فهي الآلية وجودة هي خصوصة للأبراج وناطحات السحاب وأحلى شيء ميزة فيها أنه ممكن الدور بشكل كامل على وحية البناء وتغطي كامل للمساحات الأمر اللي بيصير فيه هو اعتماده طبعاً اعتماده على التحكم عن طريق التحكم اللي هو البي أل سي نظام البي أل سي نظام البي أل سي هو نظام الإحداثيات له فوقتي بدي أصير حريق في هالبناء عندي أنا ممكن الحساس الموجود ضمن أي شقة لأنه نحنا خلال التوزيع بنوزع نحنا حساسات إلى داخل الشقة فلما بصير الحريق ممكن يطلع الدخان بالبداية طبعاً وبدو يعطيني أنا انزال يعني بعد ما حصلت على الميدالية طبعاً ونعرض هذا الابتكار ضمن المعرض قديش في شركات نال إعجابة تفاعلت مع الموضوع سواء كانت شركات خاصة أو شركات حكومية لإعادة الأعمار نحنا هلأ معاً هالانتصارات مقبلين على مرحلة إعادة أعمار سوريا إن شاء الله يا رب بتكون قريبة جداً نحكي شوي كيف كان التفاعل للشركات؟ سواء التفاعل كان بشكل جيد جداً 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 بهذا المعرض طبعاً زارنا العديد من أستاذ الوزراء ونعنا الإعجابهم بصراحة نعم ومو فقط طبعاً هذا الموضوع موضوع الأطفاء يعني تم اتفاق بينك وبين حدا لا أصار عقود شبه شفاهية نوعاً ما ما بينه وبينهم هو بالدرجة الأولى إنه يكون في إعادة تعمير سيارة الأطفاء مشان تكون هي للأبنية اللي موجودة خلف الرازي هذا موضوع والموضوع الثاني موضوع آلية فرش وتطبيع الخرسانة طبعاً تشرف سيد وزير الإسكان وقام معه الكادر الفني وطلبوا مني إعادة تعمير آليات بشبه منصقة عندهم لأنني أحولها إلى آلية تطبيع وفرش خرسانة هذا أمر الثاني الأمر الثالث الموضوع الأصاصة كمان كان فيه نوع من الطلب عليها مشان نحن كونه مقبلين على إعادة الأعمار فالبنية التحتية بحاجة إلى الأمور كلية فأتني إيه لكم بس ملاحظة صغيرة أنه موضوع بس نحن نشرحها هي كونه تعمل الثالية هي على نظام التحكم فأول ما بيكون صار عندي حريقة نحنا ممكن يكون عندي نوع من الإنزار بيجيني آه كمان بيكون فيه إنزار تمام هاي الثالية عطتني إنزار صوتي وإنزار مرئي فالمرئي موجود عطاني أنا أنه فيه حريق والصوتي متل ما اسمعنا جهاز إنزار مبتكر هذا الأمر يتم عن طريق غرفة التحكم اللي هي موجودة تحت الأرض غرفة التحكم غرفة التحكم هي اللي بتوجه عن طريق الشاشات والكاميرات الموجودة في السلة وحول المبنى بالكامل فهي بتعطي لي بتنقل الصور بالكامل إليها هلأ هون في عندي خزانين بالمناسبة وشوف شتون تغذية تبعها هلأ الوقت عامل الوقت نحن عامل مهم طبعاً صحيح ونحن بحاجة أيام دقيقة واحدة لإنقاذ شخص ففي خزان علوي عندي أنا مقسم قسمين قسم للبودرة خزان بودرة وقسم هو خزان المياه العادية هلأ أنا في الحريق إذا لقيت أنا في عندي أشخاص فقط مواطنين ما بصير استخدم البودرة في حال الإطفاء استخدم أنا المياه في حال لقيت في أنا في عندي أنا اليافزة جياجية مواد بلاستيكية هاي بحاجة إلى بودرة لإطفاءها بالضبط فعملية التحكم هي بتكون عن طريق الإحداثيات وممكن يوفروا الشركات مبالغ يعني ما من قول عشرات الملايين إلا بقلت مئات الملايين فلو كلفت مئة مليون هنا نعرف إدي ممكن تكون تكلفتها لإنتاج هالاختراع وهل قمت بدراسة جدوى لهالاختراع؟ طبعاً إذا جينا لجدوى الاقتصادية أجمالاً واقفة مجاناً هي على الشركات اللي هي بدأت تركبها كون استخدمتها من بداية الأمر صحيح فمجاناً موقفة ولو بالعكس ربحانة فهاي بالنسبة لبناء تقريباً مثل 15 في حدود يعني 50 إلى 60 مليون ليرا تقريباً بتكلف الآلية في برج بناء لأنه كلما زاد الارتفاع بدأت زيد التكلفة بصراحة عندي ساعة الخزانات ممكن تأثير الأمر الأهم هي كسافة السكانية الموجودة في البناء ومسطح المعماري يعني المسقط المعماري للبناء وساحة البناء كلما كانت كبيرة فبهالحالة كونه هي إلى سكة على كامل محيط البناء فبدأ يصير التكلفة زيادة ونحن بالمناسبة حصلت أنا على ترخيص من مديرية الصناعة في ريف دمشق لإنشاء مصنع إن شاء الله لهذه الآليات وأنا يعني من منبركم منبر الفضائية الأخبارية السورية بصراحة أنا بتشكر جميع الدكات ردون استثناء في جامعة ألهمة كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية يعني وخص بالذكر الدكتور بسام محمد اللي هو الوكيل العلمي عميدي الكلية والدكتور محمود بني مرجو والدكتور بسام خباز طبعا بالنسبة لموضوع السيارة الدكتور عبد الوهاب وطار كان هو مساعد إلي كتير لأنه وصلت لزراعة 60 متر غير موجود في كل دول العالم يعني كل سيارات الأطفاء بالعالم هي 54 متر فقط أكيد شكر موصول لكل حدا ساهم بهذه الاختراعات والابتكارات فيه اختراعات جديدة حابب تحكي عنها نحن حكينا اليوم عن ابتكارين واختراعين كتير مهمين أكيد دائما العقل البشري ما بتوقف عن حد أبدا إن شاء الله تمام فيه شيء تعاني حابب تحكي عنه والله أنا مثل ما قدت لك بصراحة اهتمام أنا مستورة كتير كتير أنه تفاعل ما بيننا وما بين المحافظة من ناحية تطوير وتحديث واهتمامهم بالوطن وبالمواطنين وأنه ما يكون في نوع هدر بالآليات عندهم وحبوهن طبعا يطوروها هذا شيء جميل كتير كتير وحتى يعني مدير الدفاع المدني كمان كان له يد بالموضوع لأنه بصراحة كان له زيارة في معرض دمشق الدولي اللي هو مدير الدفاع المدني ونال إعجابه السيارة كونه هي تعمل بعدة مجالات والحمد لله رب العالمين يعني أكيد سيد بشير نحن بدنا نبارك لك بكل هالإنجازات العلمية اللي وصلت له ونحن نتأمل المزيد من الاختراعات ودايما سوريا بتصدر الفكر العلمي والمتطور للخارج إن شاء الله هالاختراعات يتم تنفيذها بأقرب وقت وأكيد لحتى نقدر نستفيد منها وأتحقق فائدة كبيرة ببلدنا نشكرك كتير لوجودك معنا اليوم شكرا لوجودك معنا اليوم أضفت شيء على الصباح شكرا لألك وإن شاء الله نشوفك بابتكارات تانية بتتنفذ على أرض الواقع إن شاء الله هدول هالنا عمد قريب رح ننفذون إن شاء الله لألك أهلا وسهلا فيكم سالي بكل يوم